تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون البركة شيء يجد الإنسان أثره شيء يعني غير مادي محسوس لكن يجد الإنسان أثره في الشيء الذي يبارك فيه فأحيانا يكون في بيع يبارك الله تعالى في هذا البيع يبارك للباع ويبارك للمشتري ينتفع الباع بالثمن انتفاعا عظيما المشتري ينتفع بهذه السلعة وحيانا تنزع البركة الباع يذهب من هذا المال بسرعة والمشتري أيضا السلعة هذه لا يبارك له فيه والبركة أيضا قد تكون في الصحة قد تكون في الأولاد قد تكون في الزوجة قد تكون في الوقت في العمر في العلم في العمل ولذلك من الأدعية العظيمة أن المسلم يسأل الله تعالى البركة يقول اللهم بارك لي في وقتي اللهم بارك لي في عمري اللهم بارك في مالي اللهم بارك في ولدي اللهم بارك في أهلي إن شاء الله تعالى البركة